اشتركوا في القناة ما تم تداوله على موقع تويتر بخصوص القبض عليه من قبل انتربول تبعا صدور بطاقة جلب في حقه واعتبر محمد المنصف المرزوقي انه العملية مزيفة وتم استعمال اسمه كمنفاء كتابة التغريدة من اصله وقال محمد المنصف المرزوقي اللي برش عباد حابه يركبه على الهدف بعد القضية اللي تم تلفيقها له حسب تعبيره هو وتم السجن الحكم عليه عفوا باربع سنوات بعد مطالبته بالغاء انعقاد القمة الفرانكفونية في جربا في النهاية متنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة باش يصلكم كل جديد